بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حتى نلقاه وبعد أن نلقاه والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية فخامة الرئيس شيء جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو معالي الأمير العام لجامعة الدول العربية أسمح لي في هذه الكلمة أن أتقدم بأخلص عبارات الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافته لهذه القمة وإلى فخامة الرئيس شيء جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الشقيقة لما يليه من أهمية لتطوير التعاون العربي الصيني نلتقي اليوم في هذه القمة الأولى من نوعها وفوق هذه الأرض الطيبة الآمنة وجعلها الله دائما آمنة فشكراً لمن نظمه هذه القمة وشكراً لمن استضافها وشكراً لمن اختار لها عنواناً معاً من أجل السلام والتنمية لأنه لا تنمية بدون سلام ولا سلام للجميع في غياب تنمية عادلة في كل المساويات نعقارب الساعة تدور بسرعة والزمن هو غير الزمن إثر سقوط حائط برلين أننا لا نريد بناء جدورانه جديدة ولكن نعمل من أجل وضع أسس جديدة لبناء جديد تغيب فيه الأسلاك الشائكة والجدوران الفاصلة والمحاور المتقلبة لقد عانت الإنسانية كلها طويلاً من التوزيع غير العادل للثروات وعانت من الحروب ومن المجاعات وما زالت للأسف تسفك الدماء وتسيل وما زال الأحتلال جاثماً على أرض فلسطين وما زالت شعوب بأكملها يموت فيها عشرات الآلاف من الجوع والعطش تتناقلها وسائل الأعلام ولكن دون أثر في الواقع والفعل هذا فضلاً عن الحروب الأهلية وعن الإرهاب الذي لا يجد أفضل من هذه الأوضاع ليزداده وحشية ويزداده للأسف انتشاراً ومن دواعي الأسف أن كثيراً من البلدان في العالم لا تزال بعد أكثر من ستة أو سبعة عقود من استقلالها توصف بأنها نامية ولكنها لم تنمو وتوصف بأنها ثقيرة وازداد الفقر فيها انتشاره ازداده بشاعة في عديد منها وتمت الاستعادة عن وصفها بالنامية بالدول ذات الهشاشة فإلى متى ستبقى في طريقها المسدودة نحو النمو وإلى وإلى أين يسير العالم كله لو بقيت أسباب الفقر قائمة داخل الدول وعلى السعيد العالمي على حد السوا أن الإنسان هو الإنسان في كل مكان وله نفس الحقوق في الحياة الكريمة في كل الأوطان لذلك فأن التنمية في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ الإنسانية يجب أن تكون حقيقية ملموسة في العالم بأسره لا شعاراً أو اسماً لمسمة لا نماء فيه ولا سلام والحمد لله أننا نلتقي اليوم في هذه القمة وفوق هذه الأرض الطيبة من أجل فتح طريق جديدة في التاريخ وإذا كانت العولمة التي ظهر هذا المصطلح في السنوات الستين إذا كانت قد بلغت مداها وانقلبت على ذاتها فالواجب يقتضي أن نقارب هذه التحولات بمقاربات جديدة بعيداً عن المحاور وبمنأة عن تحالفات يرتب فيها البشر للأسف ترتيباً تفاظلياً أو ترتب فيها الشعوب كما كانت ترك في القرون الماضية الحالكة ولم تتسبب بلداننا في القرون الماضية وفي الأعوام السالفة لا في ثقب تبقة الأزون ولا في البقر المجنون ولا في الانحباس الحراري أو نفوق الطيور ولكن شعوبنا هي التي دفعت الثمن دفعته باهظاً وساد البؤس والإملاق وساد الهشاشة كما يصطلح عليها اليوم إذا كان هناك إصرار على الإبقاء على هذا المصطلح الذي لا يفيد أي تغير في الواقع ونحن نجتمع اليوم بهذه القمة العربية الصينية لنغير هذا الواقع ولنبحث عن مصطلحات جديدة وعن مفاهيم جديدة وعن أفكار مختلفة عن الأفكار التي سادت ولم تؤدي في كثيراً من الأحيان إلا لمزيد الحرمان وإلى مزيد البؤس والفقر وإلى مزيد الحروب وإلى مزيد إهمال حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين وعاصبته القدس الشريف علينا أن نوفقه في شق طريق جديدة في التاريخ بفكر جديد وبمفاهيم جديدة كانت تعديد بلداننا معابرة لطريق الحرير في الصين فلنعبد هذه الطريقة معاً في كل حدب وفي كل صوب ولنعمل معاً للعبور فوق جسور نصنعها معاً انتلاقاً من نفس القيم وانتلاقاً من نفس الإرادة حتى لا تتواصل هذه الأوضاع التي نعيشها إلى حد اليوم وحتى ينتهي البؤس وحتى تتوقف الحروب وينقضي الحرمان أستحذر فكرة كونفيشيوس وفكرة ابن خلدون وأستحذر حكمته السينيين القدامى والجدد وحكمته العرب الذين هقضوا والموجودين اليوم نحن لا تنقسنا لا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد فلنعمل معاً على إرساء أسس عالم جديد قوامه التنمية على المستوى العالمي والأمن والسلام للإنسانية جمعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته